الفلسطينيين دلوقتي إن كان في قطاع غزة أو في فلسطين في الضفة أي مكان فيه رفض لفكرة التهجير وإعادة ما حدث في النكبة في نفس الوقت مصر مصر على عدم التهجير وعلى عدم تصفية القضية الفلسطينية رؤية حضرتك إيه مع أنه شفنا كمان فيديوهات موودة ومقاطع للفلسطينيين نفسهم بيقولوا إحنا مش هنمشي مش هنسيب بيوتنا ومش هنكرر ما حدث في النكبة أولا أنا بشكر جهود الشعب المصري قيادة وشعبا على وقفتهم في وجه هذا المشروع اللي موجود من مئات سنين قرأ مشروع تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تاريخيا هتلي من 1970 مقترح كمشروع من أيام الرئيساء السابقين على أنه يهجر الفلسطينيين من قطاع غزة على سيناء بس إحنا كفلسطينيين رافضين نتخلى عن لو صانتي واحد من قطاع غزة بمقارنة بأي بلد أخرى سيناء أو غيرها إحنا بنموت الحرب هاي مش أول حرب عندنا يعني ما بعرف ليه تم ترويش هاي المقترحات كتهجير الفلسطينيين لسيناء طبعا أنتوا كل سنة بيتم ذك الفلسطينيين بنفس الطريقة بنفس الإبادة الجماعية بنفس حرب 2014 تم استشهاد أكثر من 2500 شهيد حرب 2018 حرب 2021 حرب 2011 و2012 فلماذا تم طرح هذه المقترحات في الوقت الحالي طبعا لإثارة الفتن لإثارة الفتن لأني أنا واحدة من الناس عم بتتابع على تويتر وعلى فيسبوك وعلى أكثر من وسائل التواصل الاجتماعي في موجود مندسين بحسابات عربية وبيتكلموا لغة عربية فصحة كمان وبيتكلموا عربية أحساب مني ومنك وبيتكلموا عربية لهجات عبارة عن صهاينة بيتم رمي فتن بيحطوا فتن بيتكلم على أنه مثلا الفلسطيني بيسب على الصعودي أو الفلسطيني بيسب على المصري وطبعا هذا الكلام مش موجود بس مريم الشعب الفلسطيني وعي جدا للفتن دي والمخاطر دي لأنه طول حياته وطول مسيرته التاريخية لم يترك الأرض يعني هو متشبث ومنحاز ومشدود كده للأرض بشكل كبير أنا بس عايزة حييكي صراحة الله يبارك حييكي على حماسك وحييكي على روحك الفلسطينية وعلى الكفية الفلسطينية اللي أنت لابساها لأنه ده رمز ودلالة على القضية إنها موجودة وحية إحنا متمسكين بجذورنا هاي أصلي أصلي أنا أصلي فلسطينية أنا دائما بتكلم وبناشد وبقول أنا فلسطيني أنا قضيتي موجودة إحنا بنربي ولادنا على هذا الحكي وأنا تربيت على هذا الحكي وصوتك مسموع صوتك مسموع ومؤثر أكيد وكل الصحافين الفلسطينيين اللي هم بيمتلكوا قضية يعني أهم حاجة لأي إعلام حقيقي إنه يدافع عن قضية حقيقة